بعد طول انتظار شهد مطار كاركوك الدولي هبوط أول طائرة بصفتها الرسمية إذ يعاد هذا المطار من أهم المشاريع الستراتيجية في المحافظة مع هبوط أول طائرة بصفتها الرسمية على مدرجات مطار كاركوك أصبح الحلم حقيقة بأن يكون لهذه المدينة مطارها الدولي الخاص بها والذي أعلنت سلطة الطيران المدني عن كامل جهوزيته لتسير رحلاته الجوية فهو يعتبر من المطارات المميزة لاحتوائه على مدرجين يعملان عند هبوط وإقلاع طائرتين في آن واحد إدارة المحافظة أكدت إن المطار بدأ باستقبال المسافرين محليا ودوليا جهد لسنوات طويلة من المتابعة من المساعدة من كل أطراف في مجلس النواف في الحكومة المركزية في سلطة طيران أثمرت كل هذه الهدية لأهالي كاركوك هذا يوم تاريخي ومميز في تاريخ كاركوك شكرا لكل الذين دعمونا أهم من ذلك وحدة أهل كاركوك هي التي أجلت هذا الإنجاز نواب عن محافظة كاركوك أشادوا بالمساعي التي تكللت بافتتاح المطار كونه سيعود على المحافظة بالمردودات الاقتصادية والصناعية والتجارية اليوم ستنفتح كاركوك على العالم الخارجي ستكون طيران هلية إلى المدينة المنورة سيكون لدينا أيضا طيران إلى تركيا وإلى أوروبا فإن نريد من أهالي كاركوك مزيد من التلاحم مزيد من الاتفاق مزيد من التواصل كاركوك اتحدد بوصلة وحدة العراق المطار إن شاء الله بعد ما ينغلق من نواحي الفنية والإدارية يعني صارت بعض التصريحات على المطار هي غير صحيحة لكن أنت من تسأل مواطني كاركوك عربا وكردا وتركومانا وممسيحا وآثوريا شيعة وسنة هم فرحانين بفتح المطار لأنه خدمة لمواطني كاركوك خدمة لأهالي كاركوك تسع طائرات مختلفة الأحجام هي سعة استيعاب مطار كاركوك فضلا عن برج مراقبة متطور يستخدم فيه أجهزة ملاحة جوية حديثة معتمدة عالميا بالرغم من الصراعات السياسية التي خيمت على المطار بعد إعلان افتتاحه إلا أنه بحسب معنيين هبوط أول طائرة بصفتها الرسمية هدم كل الطرق أمام محاولات إغلاقه من داخل مطار كاركوك مهند التميمي قناة الرابعة